من جانبه كشف مسؤول في البنتاجون أن واشنطن تقوم بتدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام مدافع هاوتزر خلال الأيام المقبلة مضيفا أن العملية التدريب ستجري خارج أوكرانيا وكان البنتاجون قد قام بتدريب مجموعة جنود أوكرانيين على استخدام طائرات مسيرة أمريكية زودت بها واشنطن كيف لمواجهة تقدم موسكو وذات الخطوة في إطار الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا